مجلس النواب باعتبارها قصر العدالة محكمة استئناف في 2 أبريل 1932 وكان مهندسها أدريال لافورغ هو المهندس المعماري الفرنسي الشهير الذي عاش ما بين 1871 و 1952 وفي 1970 أي خلال الولاية التشريعية الثانية أصبح جزء من هذه البناية يحتضن مجلس النواب وفي 1984 أعطى جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه تعليماته لإحداث تغييرات على مكونات البناية من الداخل حتى تزل أمام حاجيات ومناهج اشتغال المؤسسة التشريعية وذلك بإحداث تغييرات على القاعة الكبرى لتصبح قاعة للجلسات العامة للمجلس وتوفير قاعات لاجتماعات اللجان النيابية الدائمة وبهو سفلي وآخر علوي ومكاتب للفرق واللجان النيابية والمصالح الإدارية وخزانة للكتب وفضاء للأرشيف ومطعم وقد حرس جلالته بتوجيهاته ومتابعته على أن يتم كل ذلك في إطار احترام النمط المعماري المغربي الأصيل من حيث الأشكال المعمارية والمواد المستعملة والتناصق وتعتبر القبة التي تعتلي قاعة الجلسات العامة أكبر شاهد على هذا الحرص إذ إنها تحفة تكثف فنون المغرب ومهارات صناعه التقليديين وبعد هذه الإصلاحات والترميمات الأساسية خلال الولاية التشريعية الرابعة شهدت بناية المجلس عدة توسعات وإصلاحات بما يتلاءم مع مكانة المجلس وسلطاته ووظائفه والمهام الموكولة إليه هذه البناية هي التي تحتضن مداولات أعضاء المجلس وإدارته فيها تتم المصادقة على التشريعات وفيها تتم مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وكل اختصاصات ومهام ووظائف المؤسسة التشريعية وفق أحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي وكما هو الحال في كل مؤسسة تشريعية تحرص على احترام المساطر الخاصة بهذه الأشغال وتنفيذها أجهزة المجلس التي توجد على رأسها مؤسسة الرئيس المعهود إليه عدة سلطات واختصاصات ومهام منها ما هو منصوص عليه في الدستور خاصة الفصول 44، 54، 55، 59، 61، 67، 79، 132، 96، 104، 174 ومنها ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي بما في ذلك رئاسة مكتب المجلس والتنصيق بين أجهزته وتمثيل المجلس قانونيا إزاء المؤسسات الوطنية والمنظمات البرلمانية متعددة الأطراف ويحدد الفرع الثالث من الباب الرابع ومواد أخرى من النظام الداخلي للمجلس اختصاصات الرئيس ويوجد رئيس المجلس الذي يتم انتخابه في بداية كل ولاية تشريعية ثم في منتصفها لما يتبقى من الولاية على رأس المكتب المكون من ممثلي الفرق النيابية حسب التمثيل النسبي وعددهم برسم الولاية 2016-2021 ثلاثة عشر عضوا رجالا ونساء هم ثمانية نواب للرئيس ومحاسبان وثلاثة أمنا ويتولى مكتب المجلس تدبير شؤون المؤسسة وأشغالها التشريعية والرقابية والتقييمية ويضع ميزانيتها ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتطوير وتأهيل عمل المجلس وموارده البشرية والحفاظ على ممتلكاته ويتولى محاسباه الإشراف على التدبير المالي والإداري للمجلس ويعدان حصيلة تنفيذ ميزانية المجلس ويتوليان عرضه ويعقد المكتب لهذا الغرض تحت رئاسة رئيس المجلس اجتماعات أسبوعية أو كلما اقتضى الأمر ذلك ويدون محاضر اجتماعاته وقراراته في محاضر رسمية وينشر أهم قراراته في الجريدة الرسمية ومكتب المجلس هو امتداد من حيث التمثيلية للفرق النيابية أغلبية ومعارضة التي تعتبر مع المجموعات النيابية أذات تنظيم مشاركة الأعضاء في أعمال المجلس وفاعلاً ومكوناً أساسياً وحاسماً في تنظيم العمل البرلماني وفي جعله يحكس دينامية وحاجيات ومتطلبات المجتمع في مجال التشريع وممارسة الرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وهذه الفرق هي بدورها امتداد للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس ويشترط لتكوين فريق نيابي عشرون عضواً على الأقل فيما يشترط لتكوين مجموعة نيابية أربعة أعضاء على الأقل وتتشكل الفرق والمجموعات في مستهل الولاية التشريعية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل وهي ملزمة بوضع لوائحها الداخلية التي تحدد طرق التدبير الديمقراطي والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس ويمنع على أي نائب برلماني تغيير انتمائه السياسي خلال ولاية تشريعية جارية وإلا جرد من صفة عضو في المجلس وذلك طبقاً لأحكام الفصل 61 من الدستور وعلى غرار باقي البرلمانات في الدول الديمقراطية تعتبر اللجان النيابية الدائمة أجهزة ذات دور مفصلي في العمل البرلماني التشريعي والرقابي وتعتبر المختبرات الرئيسية للأعمال الرقابية وإطار للنقاش العميق بين مكونات المجلس وبين هذه الأخيرة والسلطة التنفيذية وتتكون اللجان من ممثلي الفرق والمجموعات النيابية وفق مبدأي نسبية وينتخب رؤساؤها ومكاتبها على هذا الأساس ويتوفر مجلس النواب خلال الولاية 2016-2021 على تسع لجان نيابية دائمة وهي لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة والسياسة المدينة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لجنة القطاعات الإنتاجية لجنة القطاعات الاجتماعية لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة لجنة التعليم والثقافة والاتصال لجنة مراقبة المالية العامة وحسب دستور المملكة فإن رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع تعود وجوباً للمعارضة البرلمانية التي يضمن لها الدستور عدة حقوق وبجانب هذه اللجان للمجلس أن يحدث مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة يعهد إليها بإعداد تقارير وأبحاث واقتراحات حول المواضيع التي تعنا به ومن هذه المجموعات المشكلة خلال الولاية 2016-2021 مجموعة العمل الموضوعاتية حول القضية الوطنية وأخرى حول الشؤون الإفريقية والثالثة حول القضية الفلسطينية ورابعة حول البناء المغاربي وخامسة حول القانون الدولي الإنساني والسادسة حول الاقتصاد الأخضر ومأسسة للتنصيق الدائم بين أجهزة المجلس وبين هذه الأخيرة والسلطة التنفيذية ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على إحداث آلية ندوة للرؤساء التي تتألف من رئيس المجلس ونوابه ورؤساء الفرق النيابية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات النيابية ويمكن للحكومة أن تعين ممثلا لها في هذا الاجتماع يكون له حق تناول الكلمة في المناقشات وإبداء رأي الحكومة في ترتيب جدول أعمال المجلس ويحرص هذا الجهاز على تنظيم وترتيب المناقشة في الجلسات العامة وإبداء الرأي حول سير أشغال اللجان الدائمة من حيث البرمجة والأولويات ومن أجل التفاصيل أوسع عن أجهزة المجلس واختصاصاتها يمكن للطلاع على الوثائق المرجعية ذات الصلة المنشور على موقع مجلس نواب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر